كنت مستعجلة جدا وما كانش عندي وقت عمل غدا قمت كده عملت الفراخ المشوية على المتاجاز يدوبك بس كده تبلتها وفي عشر دقيق جهستها وبأحلى طعم يا جماعة طلعتها بجد لو عملتيها هتعتمديها وهتشرفت جدا في أي عزومة يلا بينا بقى نشوف عملناها ازاي بس ياريت ما تبخلوش عينة باللاي في الأول خالص كده طبعا جايبة الفرخة وطبعا غسلها كويس وكنت نقعيها وطبعا مصفيها من أي مية موجودة فيها وكمان الفرخة دي وزنها كيلو وسبعمائة جرام طبعا انت لو زودت الوزن أكتر من كده هيبقى برضو كويس وهتستوي معاك برضو بسرعة بعد كده جبت الفرخة واسمتها الجزئين بالطول زي ما انتوا شايفين كده وهجب بقى التدبيلة اللي احنا هنجهزها فجبت كده طمطميتين عليهم فلفل أغدر عليهم كمان بصلاية وكمان فصين من التوم هناخد بقى الخضار ده وهنحطه كده في الخلاط وهن مش بحب اضيف كده على الخضار我有 بدرف الخلاط أي بهرات انا بضيف البهرات بعد كده بعد ما حطت كده الخضار في الخلاط ضفت عليهم معلاتين كبار من الزيت عليهم معلاتين كبار من الخل عليهم معلقة صغيرة من السلسة المعلبة كمان معلاتين كبار من الكاتشب وهضيف عليهم كده عصير نص سلمونة وطبعا انتممكن هنا كمان تضوفوا عليهم ربع كباية من forts اشتركوا في القناة كده جوه الفراخ علشان بس نضمن ان التدبيلة تتوغل كده جوه الفراخ لان احنا مش هنسيبها في التدبيلة كتير يضبك بس كده حوالي خمس دقيق وهنستخدمها على طول هنا زي ما انتو شايفين بالسكينة بنبدأ نعمل فتحات من فوق تحت وبعد كده هناخد برضو التدبيلة ونبدأ نحطها تاني كده على الفراخ لحد ما بتجيلي بالشكل ده طبعا انا هركنها على جنب شوية صغيرين لحد بس ما قطع كمية الخضر اللي موجودة عندنا بس انتو بقى لو مش مستعجلين ممكن تصبوها ساعتين تلات ساعت ممكن تعملوا التدبيلة دي من بالليل لو انتو عايزين جبت بعد كده الخضر اللينا هستخدمه فجبت بسلطين قطعتهم الشريح رفيعة بالشكل ده وجبت كمان فلفل اغضر طبعا انتو ممكن هنا كمان تستخدموا الفلفل الاحمر والاصفر بس انا هنا استكفيت بس بالفلفل الاخضر قطعت برضو القطع الزغيرة او شرائح بالحجم الزغير ده وجبت كمان الطمطميتين وقطعتهم برضو الشرائح ويريد بقى في الوقت ده لو تنزلوا تحت في الكومنتات وتكتبوا لي بالتابعوني من انهي بلد انتو عارفين انا بحب اشوف كومنتاتكم جدا وبفرح بيها وفعلا بحاول على قد ما اقدر ارد على اكبر جزء فيها جبت بعد كده صنية من صورني الفرن اللي هي كون كبيرة شوية ودأتي كده احط عليها الخضار فاكرين طبعا الكبشتين الكبار اللي احنا كنا اخدناهم من التدبيلة هنبدأ كده نحطهم على الخضار واحط عليهم كمان شوية من الملحة وشوية من الفلفل الاسود وهقلبهم بقى كويس مع بعض انا عايزة يا جماعة بيدينا كده نقعد ندعك في الخضار مع التدبيلة مع البهارات علشان بس ده اللي بيدي في الاخر للوصفة طعمه مميز وجميل بعد كده بقى هوزع الخضار كويس في الصينية وهبدأ اسويه بالشكل ده وده طبعا الفراخ بعد حوالي عشر دقيق يضبك بس اطعت الخضار واخدها بقى ابدأ كده احطها على الخضار بالشكل ده وهناخد كمان كده شوية من التدبيلة نبدأ نوزحهم كده على الفراخ يضبك يا جماعة الفراخ اخدت معي عشر دقيق وكنت مجهزها وخلاص كده خلصت الليلة يضبك بس كده احطها على البتاجاز علشان بس تستوى معي وجبت بعد كده ورق زبدة كنت احط عليه شوية من المياه واخدت ورق الزبدة ده وحطته كده على الفراخ وغطيت بقى الصينية بعد كده بورق من الفويل بس لازم نغطيها كويس جدا علشان بس اضمن ان البخار ما يطلحش من الصينية لان احنا هنا ما ضفناش اي سوايل خلص ولا ميا ولا اي حاجة احنا معتمدين ان الفراخ تنزل المياه بتاعتها هي والبصل والخضار فالفراخ تستوي فيها طبعا اخدت معي كده على البتاجازة على نار هادية جدا ما بنعليش النور اخدت معي بالزبط 35 ديه استوت وبقت زي الفويل ومشاء الله كده اول لما نحط السكينة بنحس ان هي استوت جدا طبعا احنا هنا ما ضفناش اي مياه خالص بس انت طبعا لو خايفة ممكن تضيفي حوالي ربع كباية من المياه وكل شوية كده تفتح عليها الفويل عشان تتأكدي ان فيها كمية سوائل كتير اضمن بس ان هي من فوق ومن تحت اتحمرت معي وبقت زي الفل جبتي بعد كده حل على النور حطيت فيها مكعب من السمنة البلدي عليهم كمان شوية من الزيت وبعد كده كان معي تلات كبيات من الرز المصري غسليهم ومصفيهم كويس هناخد تلت كمية الرز ونبدأ كده نحطها مع الزيت والسمنة وهنقلب بقى باستمرار على نارة عالية لحد بس من الرز يتحمر معي ويجي لي باللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده اول لما ياخد اللون ده هو كده خلاص بقى تمام معي مش عايز ازود اللون اكتر من كده هضيف بقى بقية كمية الرز وهديهم كده تقليبة بس مع بعضهم وهضيف دلوقتي معلقة صغيرة ونص من الملح وهضيف كمان مكعب من مرأة الدجاج طبعا لو متوفل عندكم شربة يبقى افضل بس انا ما كانش عنده شربة فضيفت كده مكعب من مرأة الدجاج هديهم كده تقليبة مع بعضهم بحيث بس ان مرأة الدجاج تبدأ بس تتقلم معي شوية وطبعا تلات كبيات من الرز حطيت عليهم تلات كبيات من المية والمية طبعا سخنة جدا وهديهم بقى تقليبة على نارة عالية هسيب الرز لحد ما يبدأ يتشرب معي يضبك شوية كان خلاص الرز يتشرب معي وطبعا كانت النار عالية في بنات زغيرة بيحبوا يساعدوا ممتهم او في رجالة بيحبوا يضبخوا وشباب طبعا كتيرا متغرب فانا قلت اقول الطريقة بحيث ان اي حد يستفيد منها هاخد بقى بعد كده الرز وابدأ كده احطه في طبق التقديم وزي انتو شايفين مشاء الله الرز مفلفل جدا مش معجن خالص واخد لون جميل وزي انتو كده كمان بشوية من الفلفل الالوان بحيث انه ويدله بس شكل مميز وجميل وقت الاكل وكمان كانت الفراخ اتشوت معي اودتها لون جميل كده تحت الشوية شايفين كأنكم شوينها في مكان برا وجايبينها من مطعم بصراحة يا جماعة حلوة جدا ورحتها فضيعة وانجزت طبعا في الوقت ما اخدتش معي اي وقت خالص وجبت بعد كده طبق التقديم بقى وحطيت كده فيه شوية من البقدونس وبدأت كده اخد الفراخ وحطها شايفين يا جماعة الشكل عايز اقول لكم بجد طعامها مميز وجميل جدا مع اني ما حطتهاش في التدبيلة كتير بس بجد كان طعامها حكاية وما اخدتش اي وقت خالص طبعا بقى زينتها كده بشوية من البقدونس على شريح من اللمون طبعا عايز اقول لكم ان الفراخ مستوية جدا وطبعا احلى حاجة في الفراخ شوية الخضر اللي بيبقوا موجودين تحتها طبعا حطتهم برضو في طبق ومشاء الله طبعا الرز موجود معايا نتمنى بجد ان انتم تجربوا طريقة الفراخ بالطريقة دي هتعجبكم قوي 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 وبجد فعلا بعد المنظر ده ما فيش بقى تسلم ايدك يا موليلي لايك بقى لو عجبكم